نسو مين والاهم وحيكال إليهن فضل أموال أموال ديرادن وإليهن أموال شاسو يحجون بها يكو حجيان ويعتمرون يكو عمرستان ويجاهدون يكو جهادان ويتصدقون يصدقستان انتاسي ندرينا أنه أموال أنكو حجينو وأنكو عمريسنو وجهادك أنكو قلنو وصدقاء أنكو لبحنو ماهينو رسولك إلهيو قال وحي رسولك عليه صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم أيدي شيئا بما يلذيكي بما شيء ما يدين شيئا شيئا أسو إن أخذتم به شيئا هذا القبسطان أدركتم من دول أدقاريسان دولك أسو سبغكم ولم يدرككم أحد أحدنا أدقاريسان أحد أدقاريسان أحد أسو بعدكم أدقاريسان وكنتم أدنا أهانيسين خير من دولك وأوقو خير كبادن أدنقانيسين دولك أسو أنتم أدنكو بين ظهرانيهم أي بين وسدهم لحضو داتيهم إلا من دول ماهاني دولك أسو عملا مثله ومثل عملكم عملك أدنكو أدسمينيسان روح سمية ماهاني ما يدين شيئا أعمل داتك إذن كورمارنا أدكو قاريسان عيد إذن قاري كرتان إيسان جيرين إلا عملك نقوف سمية ماهاني فأيدي داسو أشياجي نبغانو صلى الله وسلم وبرك عليه ووحوين هذا نوحل قبحنا مركعة في رسا وإلهي قبحنا ووحش كل فوين يا مشاقوين قفقو سنو مرين مشاقوين يا كل فوين وحو سنو مرين ويو نبي نوحو رسال الله عليه وسلم تسبحون واتسبحسان إيسان وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة منذ البعوت الله تسبحون واتسبحسان إيسان خلف كل صلاة سلاة كاستقداش إذن ثلاثا وثلاثين صدن يسدح قور أي تسبحسان إيسان صلاة والبعربت وصلاة مكتوبات كالولج هذا واجبك آه وتحمدون إله خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتكبرون إله وينين إيسان خلف كل صلاة سلاة كاستقداش ثلاثا وثلاثان فاختلفنا بيننا لحدا ان نيا ان اسخلافنا يريد مركا وان اسخلافني فقال بعضنا قاركين وحيراه نسبحو وحان تسبح سانين ثلاثا وثلاثين ونحمدوح وان الله ومهد علانينا ثلاثا وثلاثين ونكبيروحان تكبير سانين اربعا وثلاثين ساسا ان مركا قاركين يري اوصدح صحنته كو وقصة واقصة وقصة حسن كو وصدا حديثة كوفا سيري إن مركا تسبيح دا مدو والبابة صداني سدح قار تسبيح دا ايتهاي حمديقون صداني سدح قار ويهاي تكبيركونا ويهاي صداني عفر قار وصدا اقواناك سن صدا قولاداسا يوفهمين حديثكي فرجعتو ديبان اللابتو وير وحلابانا يوا سماييقي سمايي أصابيق فيلسنات وحويري سمايي ديبان اللابت إليه إلى أبي صالح شيخي أبي صالح حديثك أنك قادة ايان ديبقوا الله بتميادامانس خلافنا يحرتي يتلاميدي هدانة فقال مركاس وحويري أبو صالح تقولوا حد لاذهاي سبحان الله والحمد لله والله أكبر هلمراد اسقدة بحيري هلمر اسقدة بحيري سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلمات كاس حقوة دا إلاء وكاهذا كلهن المانتو ثلاث وثلاث صداني سدح الهي كاهذا اخب الجبعة فإن الله سبحان الله يخب الس требقوة دات التبquط سبحان الله والحمد لله والله الأكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر مرعب س بجربة الهيacement سهلا يسميلي ل swap البي صالح من المحدثين تقوموا ع Hitma أخب الجب ابي صالح من المحدثين تقوموا لي سيذر راجحة مدمد إن لليeh ماهه مدمد إن لليه ماده اخب الجب juga من المهم أن يكتبونون من أمسكين سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر اللهم أكبر تمرك روايتك بفضل أفر لكن الحسل فهمك أبي السالح وحكونا أكسن فهمك جمهورتها مدول بقوني ديس إن الله حسابي مدول بقوني ديس إن الله حسابي لا أعرفك أبو قاته وفهمك بسالي قاتوا إرها سبحان الله والحمد لله والله أكبر إي أن لاي أهل مران كترن سبحان الله والحمد لله والله أكبر عن الله يهدو إرهاه وحاسوحة سيلي مركا أقفك ثلث وقو يران ثلثا كمغن ثوابك أجرك أعددك وقو يران مركا تهي ثلثا وكمغنانا مركا مدمد الله حسابه ويسيد راجحه ولذلك حافظك رحيمه الله تعالى وحكوليه قوله الثلاث وثلاثون بالرفع وهو اسم كان وفي رواية كريمة والأسيري وأبي الوقت ثلاثا وثلاثين ويوجه بأن اسم كان محدوف وتقدير حتى يكون العدد منهن كلهن ثلاثا وثلاثين وفي قول منهن كلهن الاحتمال المتقدم هل العدد للجميع مياه أو المجموع وفي رواية ابن عجلان ظاهرها أن العدد للجميع لكن يقول ذلك مجموعا وهذا اختيار أبي صالح وعدد كلهن مجموعا وهذا اختيار أبي صالح ورواية حديثة أبي ريرك ورهي لكن الروايات الثابتة عن غيره الإفرات مدمد الله حسابه سبحان الله نقوله أدو ترسانيسيد الحمد لله نقوله أدو ترسانيسيد الله أكبر نقوله أدو ترسانيسيد قال عيادو الحويل وهو أولا سيدا غيرك رجحه العلماء انتوا بضاني رجحين ساسا هبانو ورجح بعضهم حي رجحين الجمع للإتيان فيه بواوي العتف والذي يظهر السلام وغتا أن كل من الأمرين حسن إلا أن الإفراد يتميزه وفقد نقوله حساب تحكسه عنيه بأمر آخر وهو أمرك كالوحوي أن الذاكرة يحتاج حباها إلى العدد إنه حسابيه وله على كل حركة لذلك سواء كان بأصابعه أو بغيرها أما فراها كل حساب سدو أما تصبح كل حساب سدو حليها ثواب والله يحصل أنه حسلين لساحب الجمع منه إلا الثلث ساحب الجمع الثلث عملوا هلا قفك واحداً يسكت جمعيه هالمرك حسابيه لكن محاكبة عن قفك إفراد إفراد حسابيه وثوابك يسؤون أن هناك ثواب كامل قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف الفريابي مرهضوا سفيان كغاذا قالوا يحصلaks قال الإمام البخاري رحيمه الله تعالى أحدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال أحدثنا سفيان وسفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير الكوفي عن وراد كاتب المغيرة بن شعب قراغيسي أها قال وحوير قراغاس قراغ مغيرة سحابك قراغيسي وحوير أملى علي المغيرة مغيرة وميرية دو الشيدة بكتاب كتاب دو الشيدة كسو ميرية كتاب كسو إلى معاوية مرسل لو أدري إلى معاوية كتاب سيدنا معاوية وقدره وراد سيدنا معاوية مغيرة وقدره وراد سوئي ميريور وراد بلقر مركان مغيرة بن الشعب وحو أها أمير على الكوفة كوفو مرك أمير كأها يوم دحو كأها من قبل معاوية بن أبي سفيان معاوية بن أبي سفيان أمير كأمك عابي وخلافة معاوية وحنا وراد لقو قرأي أن النبي نبي صلى الله عليه وسلم كَانَ إِنُهَا رَسُولُكَ عَلَى يَقُولُ مِدِيْرَاهَا فِي دُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَ صَلَاةٍ كَسْتَوَ اللَّهُ فَرَدِيَا إِلَيْهِ عِرِبْتَيْذَا وُحُدِّيهِ جِرَيْهِ نَبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ مَانِ عَلِمَا عَطَيْتَ وَلَا مُعْدِيَ لِمَا مَنَعَتْ وَلَا يَنْفَعُدَ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُ أَذْكَارْتَا سُوْأَخْرِسَنْ جِرَيْهِ مَرْكُوا تَسْبِيحِ لِي حَمْدِكِ وَتَكْبِيرْتِ سَوْأَخْرِيَوَ تَنُو نَبِيكُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَبْبَقُلْ أُقَدِّكِ جِرِي تَنُو كُبَّقُلَيْ جِرِي نَبِيكُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَ اللَّهُ مَانِعَ لِمَا عَطَيْتَ وَلَا مُعْضِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُدَ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وَقَالَ شُعْبَةُ شُعْبَ وُحُوِرِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَعْنَى رَوَى اللُّ لَجْهِدَ وَقَالَ شُعْبَةُ وَقَالَ شُعْبَةُ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِنِ عُمَيْرِ صَابِقُ فِلِسْنَاتِ بِهَادَا الْحَدِيثِ وَأَسَوْقُنَا كُورِي حَدِيثِ سَابِقُهُ وَقَالَ الْحَسَنُ وَحَسَنُ الْبَسْرِيهِ حَسَنُ الْبَسْرِ وُحُوِرِ جَدُّ مَعْنَاهُ غِنًا وَحَدِيثُ وَقَالَ شُعْبَةُ مَعْنَاهُ غِنًا جَدِّكَاسُ وَحَدِيثِ كَا كُسَا أَرَوْرَي وَحُوِرِ حَسَنُ الْبَسْرِ مَعْنَاهَا اللُّوْ لَجْهِدُ وَا غِنًا وَمَعْنُوْرِكَا وَحُوِرْكَا 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 وَلَا يَنْفَعُ مَا أَنْفَعَيُوا دَ الْجَدِّ وَحَدْتِنَّمَ دَوْقَفْكَ وَسَاحِبُكَ مِنْكَ حَقَّهَا كَمَا أَنْفَعَيُوا رَبِّيَو الْجَدُّ اَيْ جَدُّهُ وَحَدْتِنَّمَ دِي سُوحَي تَرَيْسِ مَرْحَو ایمَان اي عَمَل صَالِحَيَا رَبِّيَو اَدْوحُكُوكَ لَقِيمَي سَاهِ وعن الحكم بن عتيبة من رجال ستة عن القاسم بن مخيمرة القاسم بن مخيمرة الكوفي عن وراد بهذا الحديث يسألنا متابعاته قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم باب هذا مدكني باب باب يستقبل الإمام إمامكو صلاة أننا سددكو قابلا إذا وقتكو قابلا سلما وسلاما نقصده إمامكو سلما هو إمامكو وسلاما نقصده إمام البخاري رحمه الله تعالى ترجمد أنه حقهد لدونا سيدا السنة دهيني تهي إمامك مركو إدبار سميني ومأمومين تأو نبرك أجهديني وفي أثناء الصلاة وإنت صلاة سعاته أما بعد الانصراف من الصلاة فيستحب له أن يستقبل المأمومين هذا لكن صلاة سعاته أما بعد الانصراف من الصلاة وفي أثناء الصلاة وفي أثناء المأمومين وهذا أقرب إلى التواضع وأقرب إلى التوجيه نظام كأن الله تعالى أقول له مالكو توجيه توجيه نهاية وعادية وصلاة الدهالية ومساعدتك دهالة الدهالية وفيها المؤمنتين وشيغو استقبال كيف فهم ندام كيف أن يكون اكسو قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسمائيل البصري تبودكي قال حدثنا جرير بن حازم جرير بن حازم بن زيد البصري المعمر إمامك المعمر وعمر دار الالهي سييي وحديه جرير رأيت أنا سبن مالك خادم رسول الله ولهما يفعل نهاية نهاية ويقول تابعي أبو الرجاء ولكنت نهاية نهاية هذا يقول ما فهمينين فيه كان ذاته الجرير بن حازم البسريق anyًا عبورجاء وعمران بن تميم العطارد عن سمورة بن جند بن قال كان النبي يقول أن النبي صلى الله سلم ومبارك عليه إذا صلى صلاة صديقة تعملني بوجهه ذلك يقول ما يقول ما يقول فرسوله الله سلسل سيدتك توجيهيو سيدتك توجيهيو ساس النبي صلى الله عليه وسلم توجيهتك سمينجري قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلامة القعنبي عن مالك بن آنس الاسبح إمام الدار الهجرة رحمه الله تعالى عن سالح بن كيسان المدني عن عبيد الله بن عبد الله بن عطفة بن مسعود المسعودي عن زيد بن خالد الجهني أنه صحابه وصغاله وحوره صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم صلات صبحي في الحديبية في الحديبية حديبية نقول اللهم صلى الله عليه وسلم وال�в across the sand على إثرة السماء رب redkته bracelet بمعنا بعد مطارنا رب على اي قداش أيضا الحديبية نبخ صلى الله عليه وسلم وغيرانotte المتر رب على الرجل بشكل في البيض سماد ما كانت من الليل في الليل ربكاسو هبين كدائي هبين كدائي وحدي بيه صلاة صبح نقول جينبه صلى الله عليه وسلم فلما انصرف صلاة دي مركو كبحي رسوله صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس ددك يوقابلي انتاسو كربا شيخ أقبل على الناس ويسيدا استحبابكا سندو ايتاي امامك ينوددك السوق قابلي وهذا أقرب للتواضع وأقرب للتوجيه فقال مركاسو رسوله صلى الله عليه وسلم وحيري هل تدرون ما أكتهين ما محيب ذا يلذي كي يوياه قال ربكم ربكين ويري وحر بكين ويري موقتهين قال وحيري الله ورسوله أعلم قال وحيري نبي قانو صلى الله وسلم وبارك عليه إلهي وحيري يري أسبح من عباد أدوما دا وحا كوابري استي مؤمن بي روحاني قاير رومي يو وكافرون بمعنى كافرون بي يميداني وكفري فأماما من قال قفكي يري مدرنا وحنا ربكنا لكسي يري بفضل الله ورحمته إلهي فضل قيسي أن حريسي سار رابكنا لكسي يقفكي يري أو إلهي وقشكري رحمتي سلاسنا اعتقادسا فذالك كاسي مؤمن بي وكافر بالكوكب إلهي وحيري أني قانو وإرمي يي حد قينا وكو كفري واماما من قفكي يقفكاسو قال يري بالنوء كذا وكذا مدرنا وحا رابكنا لكسي يي بالنوء كذا وكذا حد قساسي ساسا أي رابكنا لكسي يساسا دويرا فذالك كاسي كافر بي أنيقو يقو كفريو مركا قدراتي يأتيري با قدراتي يأتيري با قدراتي يأوى دي بالنجوم تي حدقه يجالين تي كاسي واقالو يري رابي سبحانه وتعالى ومؤمن بالكوكب وحونا الرميسانيه مخلوق الرميسانيه يو إله نماء رب النماء يساقو با الرميسانيه مركا محل شاهدك إمام البخاري رحمه الله تعالى وحوهي نبي صلى الله عليه وسلم ومركوا توجيهاتكا سمينا يهي ذاتكو سو قابل ذاتك مركوا معمومنتي سو قابلنا وكا توجيه السميي نبي صلى الله عليه وسلم حايا لي معمومنت مركوا لقابلوا وحافظوا دانيسا إن ذاتك معمومنتا وحلو الشيء وتوجيهات لسييو قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن المنير عبد الله بن المنير المروزي تقدم لنا في كتاب الغسل كتاب الغسل يأمركي وقوه الرئيسان كسو قابلنا قال سمع يزيد بن حارون الواسد قال أخبرنا حميد حميد الطويل من هدو آنس کا قابل عن آنس بن مالك قال أخرا النبي صلى الله وسلم مبارك عليه الصلاة صلاة ديبو ديگئ ذات الليلة هبين حالتو صاحبه إلى شدري ليل الى هبين نسك سلقه قارد ودبو ديگئ وصلاة عشيه ثم خرج علينا مركاكا بعد نقصة بحي رسول صلى الله عليه وسلم فلما صلى مركوا نبي صلى الله عليه وسلم أتو كذي أقبلا علينا بوجهه وجهي سيو نقصة وقابل رسول صلى الله عليه وسلم فقال مركاكا رسولك الله صلى الله عليه وسلم محوري إن الناس قد صلو ورقضوا ضد كواتو كذان وانا اسكفردان عشيه مركضو كذان اسكسي حدان وإنكم دين كلان تزالوا في صلاة صلاة كمانان زولين ما مدد انتظرتم الصلاة صلاة تاتسو كيسين صلاة دات بكل حجرتين نبي صلى الله عليه وسلم مركا بخاري وحكرب وحوهي فلما صلى أقبلا علينا بوجهه على الإمام البخاري رحيمه الله تعالى باب مكتل إمام فيما صلى الله بعد السلام هذا متكني باب استحباب مكتل إمام إمام كان نقاشي سنة انتهي فيما صلى الله مكان الدكت كيسي اسكت جوه ما شو صلاة دات كو سلاما نفسدي وإنسا قلنا قادو بعد السلام وكونا قادو ما شو كو سلاما نقصدين وحوهي أنتو أذكرت آخر سنة أنتو دعينا ماشي وسكجهه قال الإمام البخاري رحيمه الله تعالى وقال لنا آدم آدم نقول آدم ابن أبي إياس الكوفي من أفراد البخاري أفراد البخاري وكم دي شايخنا قال ما استعمالي جرين وشايخ مشايخ دي سنحو استعمالي جرى أخبرنا أما حدثنا وستعمالي جرى ماشا موحو قال هذا حديث كنا أبحث حديث عن مرفوع وموقوف ما دام حديث موقوف إياه إنتا بدان استغرال لغو سمع إيشاخ إصلاحات كيسا وحل لغا هذا حديث موقوف كا مركو مشايخ دي سكور لفظ قال استعمال قال لنا قال لنا حديث مربح دو موقوف وقال لنا دم ولذلك ساس فائدين حافظ قول وقال لنا دم إلى آخر هو موصول وإنما عبر بقول قال لنا لكون موقوف مغايرة بينه وبين المرفوع وحر حق استلاح إنو كلا دو حديث موقوف إياه حديث مرفوع وهذا الذي عرف أمدك أنه كالقرطي شاخ بالاستقرام من صنيعه شاخ حديث وقال في كتاب استقرام كسما يأتي وقال كسما يساس كالقرطي ورحافظ وغيل وحا لأنه لا يقول ذلك إلا فيما حمله مذاكرة وحي شاخ مذاكرة حديث وكسو حمبار وصاص استعمال وهو محتمل لكنه ليس بمدري ورسيس عنه قد أخرج الشاخ أصو كسو صاري في تصنيف في تصنيف واخرى بسيغة حدثنا وقال أصو حدثنا كسو صاري وقال وقد روى ابن عمر من وجه آخر عن أيوب عن نافي قال كان ابن عمر يسلي سلحته مكانه قال الإمام البخاري ورحمه الله وقال لنا آدم حدثنا شعبته عن أيوب سلحته يعني عن نافي قال كان ابن عمر يسلي في مكانه بس كسو سلحته وقال الذي بس كسو صلح فيه بس نحجيس الفريد صلاة واجب كهد ماشي وكتو كذو كسو نيس وفعله فعل كسنا وحا سمي وكال القاسم بن محمد بن وكري صديق وعلى جهدا شخ ساس وعلى جهدا وحا ماركو عبدالله بن عمر ماشي صلاة واجب وكتو كذي ماركو هدنا كدو كن وكتو كن تاسم حيكو امان كرتا بعد المكث ماشي نكرنا قادي بعد السلام أي تسن ويذكر وحلق الشيغاه برئي بخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرا وحلق الشيغاه رفع حال أبو هريرا حديث الى النبي وقره صلى الله عليه وسلم لا يتدوع الإمام في مكانه ساسنا وعلا الشيغاه وكتو هر إمان أثر عبدالله بن عمر هر إمان لا يتدوع الإمام في مكانه إمام وواجب كتو كمس صلى الله حديث مرفوع نبي وقره صلى الله بخاري سوار هدية ورحم يسيح حديث نبي كمس صلى الله عليه وسلم نبي كمس صلى الله وقره إمان حيالي إلا هذا حديث وحوه وحال إنفراد إليه ابن أبي السليم وهو ضعيف ضعيف وحول إنفراد حجم نغان كره ضعيف وحول إنفراد حجم نغان كره مثلا سيد وحوه يقف أمام 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 منفرد منفرد لماذا واجب كتوك إسلام مكان كتوك مكس نيس 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 حفر رحيمه الله حكرا قوله ولم يصح هو كلام البخاري وهذا البخاري وذلك لدعف إسناده والدرابه تفرد به ليث ابن أبي صليم وهو الضعيف واختلف عليه فيه وقد ذكر البخاري والاختلاف فيه في تاريخه وقال لم يثبت هذا الحديث في تاريخ سكوير حديث كان مصدقنا وفي الباب عن المغيرة ابن الشعب مرفوعا أيضا باللفظ لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول إلى أكورك رواه أبو داود ويسناده أصنم منقضعه وروى ابن أبي الشبب بسناد حسن عن علي قال وموقوف كان سيدنا علي من الصنة يري سيد علي أن لا يتدوع الإمام حتى يتحول من مكانه وحكى ابن قدام في المغن وحكوشه عن أحمد أنه كريه ذلك وقال حسن الله عرفه عن غير علي مسلا سيد علي بسنكاه يهو وكأنه لم يثبت عنده ووصو أمام أحمد أكتسان كسق عن حديث أبو هريرة ولا المغيرة وكأن المعنى في كراهة ذلك خشية التباس النافلة بالفريدة وقف كان لك لقرني المواجب تكن وفي مسلم عن سايب ابن يزيد أنه صلى مع معاوية أيها الجمعة التي كذي وتنفل بعدها صلاة جمعة بعدها فقال له معاوية وحكوير إذا صليت الجمعة هداتك فلا تسلها هلح ريرن بصلاة صلاة لحتى تتكلم إلا أتكه هذا الشوء وتخرج ومشى أتكب حديدوه وصلاة صواب كذنو وصلاة صواب هدوه كلام سور نحق لي إسلم يشيسي وكسو نيسان كراه فإنن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ففي هذا وحكسو إرشاد إلى طريق الأمن من الالتباس وعليه تحمل الحديث المذكورة حديث الله سوى نسان لغو حنبار قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك ضياليس حدثنا إبراهيم بن السعد الذي ينتسب إلى عبد الرحمن بن عوف حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث التابعيد في صحيح البخاري لما نحق أداء أم السلامة عن أم السلامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحبا رسولك إذا صلى الله سلام يمكث في مكانه يسيرا وقت ير وكولن واجب كتوك قال ابن شهاب فنورا وحان أم لين والله علم فنورا وحان أم لين والله علم لكي ينفذ إنا ابحان من دول أي بحان دول كاسو ينصرف قدوم من النساء الدمر ونحن نبي ما يقول نبي صلى الله عليه وسلم عشر كنت شلال وكس وقعدنا حدث وإن دمر كأي بحان رق كفرو وقال ابن أبي مريم وسعيد قال أخبرنا نافع ابن يزيد أبو يزيد المسري ويسون قال حدثني جعفر ابن ربيعة المسري أن ابن شهاب كتب إليه ابن شهاب جعفر قال وحضر ابن شهاب حدثتني هند ابنة الحارث الفراسية قولة ذا لون اسبعي قبيل عن أم صلمة زوج النبي صلى الله وصلى مبارك عليه وكانت من سواحبتها وكانت تابعية وكانت بنت الحارث من سواحبتها صاحبتها كمية أم السلام أي صاحبتها هذا علم يدي بك قالتها مر والباب يدي وحك ورين قالتها وحي ترمرك أم السلام كان رسول صلى الله وصلى يسلم من صلى الله ينصرف النساء وكانت دمر وكانت يدخل وكانت 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 من قبل أن ينصرف رسول رسول الله صلى الله وصلى وكانت يسلم وكانت يسلم وكانت وكانت يسلم وكانت وقال عبد الله بن وحب عن يونس بن يزيد الأيلي عن بن شهابي زور أخبرتني هندو الفراسية سأسو أصغونا استعمال الفراسية ونسبة يقبل كيف فراسية وقال عثمان بن عمر اسن أبو عثمان عمر ابن فارس النجاري البصري ومسلم كانت وكانت يسلم وكانت يسلم قال يونس بن يزيد الأيلي عن زهري حدثتني هندو القراشية ومار كاله زهري عبد نعك مار كاله اخبرتني هندو فراس ونسبة مار كاله حدثتني هندو القراشية ومار قراش هذا نسبة علمات وحي ليه اسم ديد هندو فراسية الله نسبة ومار قراش الله نسبة ما يس ديد ومار النسبة وحد عكر تا مدن اتا النسبة اصلية مدن اتا النسبة بالمحالفة وهو ذاك قبيل كالا محالفة قبيل كالا لا لها يان ايا سور وقال الزبايد هند بنت الحارث تدخل مدو صغش على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حساس كان نبي سو قلي جرت وعلم كان جرت صلى الله عليه وسلم وقال شعيب ابن ابي حمزة الحمس عن الزهري حدثتني هندو القراشية وقال ابن ابي عتيق محمد ابن عبد الله ابن ابي عتيق عن الزهري عن هند الفراسية مرك اسم ديد يعني ما فراسية الليل ما قراشية الليل قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم هذا من كان باب من وقال ليث وقال ليث ليث ابن سعد المسر حدثني يحيي ابن سعيد حدثه يحيي ابن سعيد وخبر ابن شهاب عن امرأة من قريش وعبار رواية امرأة من قريش امرأة من قريش مرك حول جه ذا هند ذي هند من الحار كي حدثته امرأة قريش كان ابن شهاب زور عن النبي يغش اكتئ صلى الله ومبارك عليه قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم هذا من كان باب من شخص يباب شخص صلى بالناس مرك مرك امرأة السلام من نفس النبي إمام البخاري مرحبه نوشيغي حدي يقفك حاجة مهمة إمامك يكسه درديو لسه قذبوناته الضن مهمة إسلام مركو سلامة نقصدي هوروة كبحكرة إسلام منتو سلامة نقصدي هوروة كبحكرة ومرك على إيادين ما يهضو هورو كبح ما دام حاجة مهمة مشي أيتمدو قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبيد محمد بن عبيد بن ميمون القرشي قال حدثنا عيسى بن يونس أخو إسرائيل إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحق ولا الكيو أولاد أبي إسحق السبيعي أو وهوها عن عمر بن سعيد عمر بن سعيد ابن أبي حسين الكوفي قال أخبرني ابن أبي مليك عبدالله بن أبي مليك عن عقبة بن حارث قال حوير عقبة صليت وراء النبي كنتكذي صلى الله عليه وسلم رسول قذاشيس بالمدينة في المدينة العسر كنتكذي فصلمة وسلامة نقصد رسولك صلى الله عليه وسلم فقام رسولك واستقي صلى الله عليه وسلم مصري عن حال الدكدقي ومحل شايت بخاريه الكعب مركو نبي وسلم نصح هروبك الدكدقي فتخضى وحكت الله رسولك صلى الله عليه وسلم رقام الناس دتك اللقمه دي الى بعض حجر نسائه هونكي سي قلالكو دي قاركو دون نبي صلى الله عليه وسلم او آدي فسع الناس دتك وي أرقق حينو من سرعته نبي قد دكدكتي سيه كأرقق حين صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وحال الى نبي قلت سيهدان عاده دي سماء هنجرين من تمحا كردعي فخرج عليهم ذاتك الدشوه دو نبي قصبحي صلى الله عليه وسلم فراغق وعرك رسولكو أنهم أيقو قد عجبو من سرعته نبي قد دكدكتي سينا الله يابن صلى الله عليه وسلم مبارك عليه فقال مركات رسولك صلى الله عليه وسلم ذاتك يمرك الدعوية وصببت وخلافه سنة دي سيه ونبي قصبت وخلافه ونبي قصبت صلى الله عليه وسلم وخيره ذكرتو وحان حسوستي شيئا شيء شيء قاسو من تبرين دهبا دهب قاسو عندنا أنك أكتين نهال دهب قرغي يلي أيان سوا حسوستي فكرهتو مركاسا وحان كهدي أن يحبسني بمعنى يشغلني دهب قاسي إنو مشغولي أيان كهدي يرينبكو صلى الله عليه وسلم فامرتو وحان أمري بقسمتي قيبين تيس دهب قاسم ساكين تهي فقرادا الله قيب يو ساساً أمرو يرينبكو صلى الله عليه وسلم حديث كان مركا محلو شاهدك بخاري وحوهي إنو نبي صلى الله عليه وسلم يسل مركو السلامان نفسده سيدك ديگا أو بحي السبب تانا أوشيغي نبي صلى الله عليه وسلم سيدا كوكالفته دهب قرغي يلي أيان سوا حسوستي نبي صلى الله عليه وسلم وحان كهدي دهب قاسماركو إنو مشغولي سيدا سان وحان أمري إن مساكين تهي فقراده لو قيب يو تاني وحي كمي تهي زهد نبي صلى الله عليه وسلم وحي يروى الدنيا وقرغي يسيني يالن مدونا نبي صلى الله عليه وسلم وكان زهده اختياريا لبضراريا نبي زهده صلى الله عليه وسلم اختياري وحي سيدا دور تيبا سيدا دور تيبا سيدا دور تيبا سيدا دور تيبا نبي صلى الله عليه وسلم بوره نبي صلى الله عليه وسلم اي دهب قاسماركو دهب قاسماركو مركاسو ديدا نبي صلى الله عليه وسلم مبارك عليه آل الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الانتفال والانصراف عن اليمين والشمال هذا مدكني باب الانتفال باب جواز الانتفال قدومي دبنا ناشده دي وبابي يو والانصرافه بمعنى واحد قدومي دي عن اليمين والشمال بلو قدومي خوفك هدو صلاة دي كبه دي نعب بذكتنا وادكرا قدومي كرا دي نعب بذيحدنا وادكرا كود دوانو ساق اختيار له بابكاس حديث كسرارتي ايو الشيخ النوش يدونا رحمه الله تعالى اعلى الامام البخاري رحمه الله تعالى وكان اناس ابن مالك وحوى هنجلي ينفتل مدبحا وقدومه عن يمينه ايو وعن يساره ما شور ربو دي نعسلنا وقدومي جرى بيحدا لنعب يفتنا وقدومي جرى جهد الدونه ويعيب وحونا عابين جرى اناس ابن مالك على من دول دول كاسو يتوخا كددالي أو يتعمد أما قصدأي الانفتال قدومي جرى جهد الدونه وكانت قدومي جرى جهد الدونه وعن يساره واجب عمل بالسلو وعن تسلين عيدا انه لا يزاله لن يزاله وانه لا يزاله وانه ابن مالك وانه ابن مالك ويساره واجب تسلينه اعتقاد التحطم والوجوب انه اعتقاد واجب ان يصبحوا اشتركوا في القناة عن همارة بن عمير الكوفي و تابعي سليمان نفتي سعico تابعي منها ولكن تابعي مباشرة هناك اسود يتابعي اسود بن ياسيد قال عبد الله وخير يا سلام اصلاك الكوفي وعبد الله المسعد لا يجعل احدكم يوسن ييل لشيطان الشيطان شيء يوصن ييل شيء من السلاطه والسلاطه أُحيَّر هُو جَالَنا أُحيَّر يُسَنُ ادين كتابل لم يجلب علينا عبد الله مسعيد الأمر هو رأيينا وعقيدنا أن حقا عليها شخصا عشر إن يكون لو أن نعوه تبين هذا الشخص يسيطا مع الأماكن فقد جعل للشيطان حقا من سلاته اعتقاد عن نبيك كسغنان وعقدي آمين سيئا اعتقاد نبيك ان كسغنانين ايضا دريق نبيك اصنمرين او دريق نكتا واعتقاد الوجوب واجب تهيو لقد رأيت النبي نبيك ان اركي كثيرا وحبدا ينصري في حال اقدوم ايو عن يساره نبيك ان عبد الحجيس اقدوم اجري شاء الله سلام مبارك قال الامام البخاري رحيم الله تعالى باب ما جاء في ثومي والبسر والكرات هذا مذكري باب ما اي الذي كي يبا بي جاء هو ما قوي في ثومي في الثومي ثوم باب ما اي الذي كي يبا بي جاء هو ما قوي في الثومي ثوم كاسو النئي قيرن إنه إباله ليس كل ما، لأخبض زوجه ثقائي من أخبض أخبض الوقت، اخبضهم، كيف حصل الزوج على مهل الآن، أخبضهم، نخبضهم للأخبض كراث إمام البخاري رحمه الله تعالى باب كانت بأخبض أخبض الإخبض لنا هذا محافظ لدينا مخبضي وقول النبي بالباب صلى الله عليه وسلم ويري من أكلت ثومة تونت غفك عنا أو البصلة أما بصل عنا من الجوع لأجل الجوع عنا أو غيره غير الجوع عنا فلا يقربن مسجدنا أو باب يدنا زادك أن يسا نسو الدوان إنه ويري نبك صلى الله عليه وسلم قفك أشياء ذا الرائحة كريهة سوع عنا وتونت إيا بسشا إيا كراث كاسي وقفك سوع عمقاجة هوع عنا وضرورة هو قيس حتى أما ضرورة لأنبو تفكو يفاكيس هوع عنا مسجد كيسا نسو الدوان ويري نبك صلى الله عليه وسلم مركا نهي قاس جمهورة وحي كوحن بارا نهي الكراهي كوحن بارا الكراهي ألو لجه داو قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد بن مسرهد البصري قال حدثنا يحيى يحيى الغطان عن عبيد الله الذي ينتسب إلى عمر بن الخضار قال حدثني نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر دولانك خيبرو كيري من أكل من هذه الشجرة يعني أثومي ثم كاسو لجهد طانتا سو لجهد قيت كان قفكي سوعنا ولا يقربان مسجدنا مسجد كيانا يوسا نسو الدوان ويري رسولك صلى الله عليه وسلم قفكي بطانتا ومحيي إلي الرائحة كاسو كريسا قفكي سوحا كوحن بطانا يضعكي معمومين تها قفكي معمومكا موحي وسليه الرائحة ان اسك الدفاع وسنك قفس مي وسليه مثل خشوع الرادية خشوع الرادية والفاد وقفكي معمومنتي ومشغولكا معمومنتي ومشغولكا معمومنتي ومشغولكا سيداس آب وقيد النبي قول النهي صلى الله عليه وسلم أدتوانتيا وحيالا اسكما ركتا حلالا وإلهي بقو حللي هدين لنهي الرائحة دي مسجد كيانلا لأيمن هدين ليري محادو مالين داتك تدخينك سمينا يو سيغارك انتا يسو عبان مساجد يسو قلي سيغارك حنبا هو ساكدرانا والنهي وقو أولاء محايا يلي علذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما حكم كمار والبابا وحو الله سعودا علذا علة النهي والله سعودا علة اللهن من حيطها وللأذية من رائحته وفقا أذية يدبكا اللو قردبتونا يا الرائحة دي سيقرم كيساو وحي مركة حكم كاسي دارداس وحي سوقل علذا سوقل بمعنى الثوم والبصل والكراث أي لا معنى مركة تدخين استعماله سيغارك انتا عبان مساجد مركة ككو إمانا وانا مساجد كفو قادا انت سيغارك إلهي وكسو حنوننا انت إلهي وكسو حنوننا وانا مساجد كفو قادا تلقا معنى للحياة تلقا معنى مركة كوكو تليستهده تدخل معنى وانا مساجد cantح حيث تلقا معنى وانا مساجدتح تلقا معنى وشفين تلقا معنى مراحة تلقا معنى حيث تلقا معنى تلقا معنى لذلك التهرب mich قراءت عنها في هذا شبت عنها وعنى الادحة كانت مذهب بلده كانت تجسيم استعماله إلهي الجسم وإلهي تشبيه سفات كيسي ما أرى قد شان المذهب شيئاً لا يغسله ماء البحار ما أرى ما أرى مذهب كانت مذهب كانت مذهب مذهب ما أرى إلهي ostatMay كانت مجرد كانت مجرد نفس نفس النسي الذين يظهروا كذب افتروا يولياء الرحمن وحاس بريكيه من استعماله مركضة النوع استعمال في المساجد الكثير من المساجد ويقول هذا الى المساجد الله المركض الالحي ويقهن وننه وفرق نحن قال الإمام البخاري رحيم الله تعالى حدثنا مسادد بن مسرهة البصرية قال حدثنا يحيى يحيى القطام عن عبيد الله العمري قال حدثني النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني ثوم فلا يقربنا مسجدنا قال الإمام البخاري رحيمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد ومتكن له جرنا المسند الجعفي صببت المسند اللولي ياهي محيطا ايمر المسند صببت اللولي ياهي وشيخ مسند اللولي نسبهي مسند هو حووي ومصطلح حديثي مصطلح يكام كسو قادة نيوي وحديث المسند حديث المسند كاس الشيخ صبت اللولي نسبهي وليرا المسند صبت اللولي نسبهي النوع هو نبي كان لا يرغب في المقاطع والمراسيل الشيخ أهدو وقعنا قرأي حديث منقضعة حديثئ会 سمي نستخدم حدثه خبيث أهدو وهم راقر خبيث حديث مرسله راقر خيلينا وكهنا Pacr masturbير ولحني يكتشار مصطلح هو مصطلح يكتشار ولحن��고 بإمام المسند المسند كان جعلي هؤلس حديثكم المسند قام بإمام المسند قال الحدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال الحدثنا أبو عاصم واضحاكم من المخلد قال اخبرنا بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال وخويل أخبرنا يعطى وعداء بن أبي ravah learn to apo ابن أبي رباه إلا جابرة السميع تو جابرة من أب驚 من ميز عطان رواء عن جابرة ببن أبي رباه المسابري وتنكسو عقد اللي منظم قال وخويل قَالَ سَمِعْتُهُ جَابِرَ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اُوْحُوهِلُ جَابِرُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ شَجَّرَ يُرِيدُ ثُومَ فَلَا يَخْشَانَا يُحْسَنُ قُدَّبَ أَوْلِمْ فِي مَسَجِدِنَا مَسْجِد كَانَّ الْحَدِيسَةِ يُسَنُ قُدَّبَ أَوْلِمْ رَسُولُكُ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَلَا يَخْشَانَ مِنْ دِقَدِنْ كَرَمْ أَلِفْتَهُ صَلَى يَخْشَانَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ شَجَرَةِ يُرِيدُ أَثُومَ فَلَا يَخْشَانَا يَخْشَانَ مَرْكَ اللَّذِينَ وَالنَّاهِيُّ أَلِفْتِينَ وَاللَّهُ حُسَيُّ وَاللَّهُ شَاجَيُّ وَسِدَا اللَّغَةَ عَرَبِقَ وَأَنْ كُنْ صَوْبَرَنَا يَوْحَيَا هَيْدْ أَلِفْتَينَ لَحَتْفُ فَلَا يَخْشَانَا مَدَامَ اَيْتَهِ اللَّهُ نَاهِيّا لَكِنْ صَوْبَرَنَا يَخْشَانَا يَوْحَيَا وَمِنْ بَابِ إِجْرَاءِ الْمُعْتَلِّ مَجْرَ الصَّحِيحِ وَاللَّغَةَ عَرَبِيًا وَكَبْوُحْدَاهُ قَبْلِقَ إِذَا الْعَجُوزُ غَضِبَتْ فَضَلِّقِ وَلَا تَرْضَاهَا وَلَا تَمَلَّقِ وَتَنَّهُوهُ كُسُوا قَادًا جِرْنَا إِذَا الْعَجُوزُ غَضِبَتْ فَضَلِّقِ وَلَا تَرْضَاهَا وَلَا تَرْضَاهَا وَلَا تَرْضَاهَا وَلَا تَمَلَّقِ فَلَا يَخْشَانَا فِي مَسْجِدِنَا قُلْتُ مَرْكَاسًا وَحَنْكُئِرُ يُرِي جَابِرًا وَحَنْكُئِرِ مَا يَعْنِ بِهِ بِالثَوْم ثُوم كَاسِمْحُوبُ الَجَّهِدًا نَبِهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَحَنْكُئِرِ وَقَالَ مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدِ الْحَرَّانِ وَحُو كَوَّرِي يَعْنِ بْنُ جُرَيْجِ إِلَّا نَتْنَهُ قُرُنْكِ سَمَعْنِ قُرْمُونَكِ سَيْرَايحَ دِي سَكْرِي هَذَا أيون نهينا النبي صلى الله عليه وسلم على الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عفير وسعيد بن كثير بن عفير المسري حدثنا بن وهبن عبد الله بن وهبن المسري عن يونس بن يزيد الليل عن مشهاب زهري زعم عطاء ومن باب استعمال الزعم بمعنى القول بمعنى زعم أخبار زعم عطاء وحو نوشاق أن جابر بن عبد الله زعم إنوشاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنو يري مَنَا كَلَ ثُومًا أو بَصَلًا فَلِيَعْتَزِلْنَا هَنَكَ فُقَادِ أو قال إنو يري نبي صلى الله عليه وسلم فليعتزل مسجدنا أو ليقعدها اسكفرست في بيته قُرِقِ سَهَا فَرِيسْتُ يُرِي نبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم وقُتِيه وحَلُّ لَيِّمِدْ بِقِدْرِي درِي يَا اللَّوْكَانِ درِي قاسو فِيه دِحْجِي سَهَا خُضَرَاتٌ خُضَرَوَات إِكُسُقَيْهِنْ قُدَارِ خُضَرَاتك آسو من بقول أَهْ فمعنى واحد بقول نفتي سو قُدَارتي ومن بقول قُدَار أَهْ فَوَجَدَ اللَّهَا قُدَارتي نبي صلى الله عليه وسلم وقُتِيه ومن بقول الله بمعنى منها منها حق يقول ريحا ريح وقَهَا لَيُّهُ أُرْح إِذَا سوء رَيْسَو فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقُتِيه وَخْبِرَوْا حَالَهُ وَرَّمَيْ بِمَا يِي الَّذِي كِي فِيهَا فِي الْقِدْرِ درِي يَا كُسُوْهَا وَمِنَالبُ قُدَارَةً فقال رسول صلى الله عليه وسلم نسخي تحت تحبيح تحت تحبيحاتان وقُتِيه الْقِدْرِ اثنت تحبيحاتان 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 وطبعت انتخابوا ورنسخهم انتخابوا يت Tenn事 نبي صلى الله عليه وسلم وعندما رأى الظّان وقُتِيه الْقِدْرِ بعض الأصحاب استعمال اعتقدت استعمال اخبره فرنسخنا وقد الأصل وقاموه كلابت مردو النبي قلت لديه صلى الله عليه وسلم أني قلت بسهوة فقال مركز النبي صلى الله عليه وسلم فأم أغبتان مشاهد فقال فقال بس سأسان نور رون الله قال نسخة سافيا فلما رأاه فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورقو أركي هو بعض الأصحاب كريح حالو كهذا أكلها قدرت عيند دي أيو قال ير قال ير النبي صلى الله عليه وسلم كل عين فإني أنقو ناجي وحن لفق من روح روحا سأول الله تناجي أدو قدرت عيند ملايك وحي يقول سأسان نور أدو قدرت عيند شؤون تسان نور قدرت عيند وقال أحمد بن صالح المصري يسأغونا وحوير عن ابن واهب يسأغو كورين عبد الله ابن واهب أتي أبحان الله كينا النبي صلى الله عليه وسلم ببدرنا الله كينا ومشي بقدر بدل كيدي ببدر وقال ابن واهب يسأغونا وحوير يعني أبحو لجه ويسأغونا وحوير ولم يذكر ليث وابو الصفوان ليث بن سعد المسر مشيئين وابو صفوان وابو صفوان وعبد الله بن سعد الأموي عن يونس كمشيئين قصة القدر قصة الدرق أيو مشيئين بخاري مركب وحوير ما دام قصة الدرق اللي يذكرها عسنين فلا أدري أنه موغي هو متك مذكور من قصة القدر قصة الدرق من قول زهري او في الحديث انه قد حجرت ما او قد حجرت اذا مقصدنا لا يسوا فوق سنين ان قصد الحديث قد حجرت ما قول زهريا ما اقانو قال الامام المقاري رحيمه الله تعالى حدثنا ابو معمر ابو معمر وشاق عبدالله بن عمر البصري القدري من مضلقا بكونية دال منقري هو ابن عمر من رومي بالقدري قال ابو معمر حدثنا عبدالوارث بن سعيد البصري عن عبدالعزيز بن سعيد البصري قال ابو عبدالعزيز بن سعيد سأل رجل لنا انسا سؤالي ما سمعت النبي الله نبي الله محات كم غشي صلى الله عليه وسلم يقول حالو ليه نبي الله فثومي فقال ابو عمر كاسين قال النبي نبي صلى الله عليه ما يانس ده قال النبي نبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا او لا يسلينا معنا انقام معي ان يوسنا لسوا التكنو نبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وبركاته الحمد لله وطنعه لله وقاله